اشتركوا في القناة من هذا البرنامج قد أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد مؤخرا والذي حضره نيابة عن سموه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة النائب رئيس مجلس الوزراء يأتي تأكيد جلالة آهل البلاد المفدة حفظه الله وراءه بأن المواطن البحريني في قلب مسيرة التنمية الشاملة أساسا لجميع الخطط والبرامج في المملكة ومن هنا تنبع أهمية ربط أهداف التنمية ببرامج التعليم والتدريب إن تجشين برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي أقامه معهد الإدارة العامة بيبا بالشراكة مع جامعة إكس مارسيليا والمدرسة الوطنية للإدارة الفرنسيتين وصندوق العمل تمكين وجامعة البحرين يعكس حرصة واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أفضل الممارسات العالمية ومن خلال البرنامج يهدف معهد الإدارة العامة بيبا لجعل هذا البرنامج واقعا ملموسا بتخريج كفاءات نوعية من موظفي القطاعين العام والخاص بفضل الشراكات الاستراتيجية التي أقامها المعهد الأمر الذي ساهم في بناء هذا البرنامج على أساس قوي أكاديميا وإداريا وماليا فضلا عن استخطابه لأفضل الخبرات الدولية المتخصصة في مجال الإدارة العامة وقد توجه هذا الجهد بالاحتفاء بتخريج الفوج الأول من هذا البرنامج الطموح والبالغ عددهم 22 موظفا من القطاعين العام والخاص خاضوا البرنامج لتطوير قدراتهم وبناء شخصياتهم القيادية في الإدارة العامة وفق أفضل المعايير الدولية ليكون نواة لتطبيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية والموكبة للتطلعات التنموية